توقعات جوعيات من الرئيس القادم لمصر دي احدث توقعات قلتها جوعيات بعد اختفاء طويل جدا وبعد ظهورها في هذه الايام ما جاتش الاب تلات فيديوهات هنختصر طبعا الكلام اللي فيهم لان يعني المدة كان بتاعة الفيديوهات طويلة جدا فاختصرنا الكلام في عدة نقاط ولخصناه بشكل ملخص جدا قال وسلام بيكو بتمنى لو اول مرة بتشوف قناتي متنسوش فعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد ونكون على واحدة لو عجبكم الفيديو رجاء الدعم باللايك من رئيس مصر القادم طبعا كلنا بنقول وعارفين ان الرئيس السيسي بدون منازع وكل المصريين عارفة لان كل المصريين طبعا مهما حصل من ظروف اقتصادية ومن ازمات في مصر سياسية اقتصادية احنا كشعب يعني بنحترم وبنحب الرئيس السيسي وشايفين لحد كبير انه يكفي انه لحد الان ما دخلش مصر في الصراعات وبيحاول حافظ على مصر والمصريين ودي بأمانة ومش كلام مجاملة كل المصريين طبعا بنتمنى دلوقتي الرئيس السيسي هو اللي يستمر معنا وده اختيار مش قصة سنديق ومش سنديق لا هو اختيار الشعب المصري مع ان اوقات بنكون معارضين وكل حاجة لكن احنا كلنا اختيارنا موحدة الرئيس السيسي هو الوحيد القادر على انه يحمي مصر في الازمة اللي احنا فيها وفي انه في عدة دول بتحاول تدخل مصر في حروب كبيرة وتجرجرها وبتجرجر كل منطقة الشرق الاوسط لحروب لكن جوعيات بتقول اه طبعا بتحب السيسي هي كمانة بتقول كده وبتحترمه زيها زي ايا مصرية لكن بتقول ان الواقع غير كده بتقول اه ان في اه امر لله اخر وفي امور ربانية هتحصل وان القادم هو يعني حتى ان نجحت الانتخابات وهي اكيد هتنجح لان طبعا ما حدش مختار الا الرئيس السيسي وما فيش غيره جدير بحكم مصر لحد الان فبتقول ان هي في يعني هي في رؤياها الجفرية وفي الحسابات اللي بتعمل هي لطارة الرئيس في مصر اه بتقول في اه الانتخابات بعدها او في وقت الانتخابات او ما بعد الانتخابات محددتش المدة لكن بتقول ان في رئيس قادم لمصر هيكون يعني هو قادم من عند الله بامور ربانية وما فيش حد هيبقى له اي تدخل او ارادة في اختياره اه بتقول ان الرئيس يعني اه اللي جاي هو من عند الله فمن هو وهل سيكون هو صحابي مصر فبتقول هو فعلا هيكون صحابي مصر اللي بعده يعني هو ده اللي هيجي مش هيكون صحابي مصر لكن اللي بعده هيكون صحابي مصر ففي رئيس قادم بعد السيسي او بعد الرئيس السيسي وبتقول ان الرئيس ده هو اللي هيسلم الامانة او مصر لليماني اللي هو صحابي مصر واللي هيكون وزير المهدي اه حسب كلام طبعا جوعيات وبتقول ان بعده هتيجي يعني فيه واحد هيبقى بعد الرئيس السيسي وهيكون رئيس مصر وبعده هيجي رئيس تاني هو ده هيكون اليماني اللي هو وزير المهدي المنتظر وبتقول الطاولة ستنقلب والاوراق في اخر لحظة ولن يكون اه في الفترة القادمة رئيس الا رئيس جديد لمصر هو الذي سيسلم اليماني او الرئيس هيجي تاني اللي هو هيكون التالت يعني هيكون اسمه اليماني اللي هو احنا بنقول عليه اللي هو هيحرر القدس او الاقصى وده هيكون بسيناريو قادم رباني فقط ليس للبشر فيه اي دخول او دخل وبتقول اه ان هي معتزلة منذ عام يعني اهم التوقعات لمصر ان فيها هيكون رئيس جديد وان المنطقة هتدخل في حرب لا محالة وان اه هي اعتزلت من الفين وتسعتاشر طبعا كلنا عارفين جوا عايد ما واعتزلة من الفين وتسعتاشر اه لكن بتقول ان هي طبعا كان فيه اه فيديو منذ خمس سنوات او اربع سنوات هي كان بتقول ان ترامب لن يكون اه هيكمل في امريكا وهيأتي بعده رئيس هي مكنتش عارفة ان اسمه بايدن فهي بتقول هيجي رئيس تاني هيمشي على او يكمل مسيرة بوش في الحروب هيغزو العراق مرة اخرى وهيغزو الخليج ويدخل الخليج وهيعمل حرب في منطقة العرب كلها اه هيكون يعني في حرب في المنطقة العربية بسبب هو هو اللي هيدخلنا في حرب وده فعلا اللي بايدن عمال بيعمله دلوقتي ومش راضي يسقط وبيحاول يتلكك طبعا بموضوع اسرائيل وحماس علشان يبقى له دخول تاني في المنطقة وعشان زي ما قلت ايام صدام نووي ومش نووي هو دلوقتي بيقول على حماس معتقبر هي دي يعني التلكيكة او الكصة اللي هو بيدخل بيها المنطقة العربية ده غير انه بيقلب دلوقتي في الدول العربية كلها على بعض وبيقول لن اه هي بتقول لن يترك ابدا العراق سيحتل لها مرة اخرى والخليق وامريكا آآ طبعا لها مصالح في مناطق الشرق الاوسط فهي عاوزة تكون هنا وهي دلوقتي عندها بطالة وتزبزب وانهيار اقتصادي فهي آآ عايزة تيجي الخليق طبعا زي ما جات في العراق لتستمد الخيرات منه وتعمل حرب زي ما عمل الرئيس بوش رئيس امريكا آآ وبتقول ان هو كان بتقول ان في رئيس هيجي بعد ترامب هيختلق المشاكل ويقع آآ يعمل واقع يعني في الدول العربية مع بعضها البعض. الكلام ده قالته بالزبط كان من اربع سنين او من خمسة. آآ طبعا بايدن هو اللي هي توقعته واللي هي شافته في علم الجفر واللي ناس كتير غير هتوقعته آآ وانه هيخلق حرب في المنطقة ولن تكون بتقول يعني حسب توقعتها مش هتكون حرب نوية. هو اكيد لو هو عمل حرب مش هتكون نوية لان اسرائيل في المنطقة وطبعا لهو وهو حاطت جنود كتار جدا في كل ما كان في الدول العربية فهو لو حصل وضرب طبعا النووي النووي هيقتل اول حاجة الامريكان اللي هم وجيشه وتاني حاجة اسرائيل فهو اكيد الحرب مش هتكون بازن الله نووية بل بتقول هتكون حرب قوية وحرب عالمية تالتة لكن ليست بالنووي بازن اللي ربنا يحمي الجميع وبتقول آآ هتكون كمان في حرب معاها تانية بردة فيروسات ومخابرات وحاجات تانية كتير هيعملوها آآ آآ فبتقول هي هتكون حرب سخنة ومرعبة جدا 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 ولكن يعني لن يدخل فيها النووي وبتقول ان آآ بعدها هيجي عصر المهدي ووزيره اليماني اللي هيكون اصلا رئيس لمصر وهيحرر الكدس وتحرر على ايده وان آآ يعني ان لم يحدث ذلك وفاز الرئيس السيسي وجلس على الكرسي مرة اخرى فطبعا هي كده آآ الكلام اللي بتقول والنبوءة آآ ستكون طبعا خاطئة ولا بتقول لي وكون لي اعرف شيء في هذه الحالة وده طبعا بتقول لي بقى ده مش عصر المهدي وهي كانت مخطئة بتقول ولكن ان صدقت النبوءة والرؤية اللي هي شافتها وان لم يكن الرئيس على الكرسي في هذه الفترة فيها يحدث شيء رباني لتمهيدا لقدوم المهدي وآآ في الاول والاخير ربنا يحفظ آآ مصر وجيش والرئيس السيسي وكل المصريين وان شاء الله نجده في الحكم مرة اخرى شكرا جدا لاستماع الجميع شكرا جدا لاستماع الجميع